السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هذا النهار سنقدم لكم الحلقة كيفية جمع الفضلات أعزاكم الله للأراني طريقة ذكية والخيصف الثامن أول حاجة المربين يقوموا بطريقة الزنكة يقوموا بطريقة الزنكة وهذه الزنكة تكون إما موجة أو تعرجات المهم أولا لا يقوموا بطريقة الميل أو تكون الكارج كبير المهم المشاكل كاملين المربين الذين يكونوا عدبين لديهم هذه المشكلة كيفية سنجمع هذه الأزبال والفضلات بطريقة ذكية وسهلة طريقة هي الميكة الميكة ما تشوفوا معي هيا يراها ميكة هادي ميكة هادي كتدير عشرة درهم المتر كاري هادي كاملة طيحة ليا أنا بعشرين درهم عشرين درهم أنا أروريكم الطريقة كيفية يعني تركبوها أولا أنتم ما تشوفوا تباق الله الفضلات مجموعة هادي شيرات يومين أنا ما ما غصلتهمش هادي يومين ها ما تجمع عندهم هنا كينين عندي جوج ربع جوج ربع ستة كينين ستة ديال الأرانيب ها ما تجمعوا هادي الفضلات ديالهم رغم كبارين أبراك الله ها ما تجمعوا عندهم هادي هادي الفضلات كما تشوفوا بواحد طريقة زوين ناس ساهلة ذاتية طريقة كيفية اشتركبوها وهي خسكم يعني خس الميل كما تشوفوا من هذه رعا يعني ربطتها من ومن واحدة أنا هي هي كتهود وأنا هي كنلصقها في الجوانب كما تشوفوا هاكا كنلصقها في الجوانب ها ما كانتوا هنا ولكن خليت هنا هاد هاد الميكا مهودة بزاف هاكا يعني من هذه مجموعة مجموعة مع الكاش مربوطة مع الكاش ومن هنا محدها و هي تجيء و هي تخليها تميل باش هذيك الفاضالات من نتكب عليهم الماء من الجهة الاخرى نيشان غادي يمشي و كدير واحد طاس بسيط همتون باس اليومين كتهزون و كترميو صافي هذا هو الاساس هم كينما كتشوفو ها هو المدية لهم جموع ها هو واحد طريقة زوينة و الميكا ما كتوسخش يعني عادي رادة بمسخة ولكننا غادي نكب عليها الماء من الجهة الاخرى صافي و دك شي يقول له غادي جيهود و دي يطيح فالطاس وهالطاس قد تخلصوا منو انا انا شوف راني الطاس عادي او بانيو او اللي كان انتوما كتشوفو انتوما هدرا المدية لهم يعني البودية لهم اعزكم الله كيبقى بجموع بواحد طريقة الناس اللي كيبقوا يستغلوا الفضالات من الفضالة وحد الحلقة انتوما كان قربوا انتوما كما كان قدرتكم واحد الحلقة على حسب الفضالات كيبغوا يخدموه كسامات يجفوا بواحد طريقة يعني يشدوا هاد هاد الفضالات هادي ويديروا واحد الحفرة متانا ويكبوا فيها هاد الفضالات ويديروا واحد صفايا من الفوق ويبقى كيتجمع هاد يعني الماء كيهود للتحت وهاد الفضالات كيتجمع وفالالخر كيديروا في خنيشات وكيديروا كيستغلوه كسامات الناس اللي ما عندهمش هاد طريقة هادي وبغوا وغي تخلصوا منه يديروا في واحد الخنيشات ومرة إلا كان عندكم سطح تقدر تربيه من سطح إلا كان عندكم الارضي يعني تخلصوا منه بواحد طريقة هني نقية وانيقة انتم ممكن تشوفوا غي ميكا بعشرين درهم كيلي كيدير زنكا وبليك الوصخ يتجمع فيها وما كيبغيش يتحيد هادي إلا هادي كينا قادية وحدة اللي بغت نزيدها أنه ميكا تكبول ما من جهة الأخرى كتبقى الميكا تتمايل هانا دت لها واحد جليجة هنايا كيما كتلاحنوا معايا دراج جليجة يعني غي تقالة تقالة باش تبقى الميكا دي ما مهودة لتحت ما تقاش تمايل مع البرد ولا هادي اه تبقى التمايل وقد ترميك ذلك الفاضلات في الأرض إني انتم ما شوفوا الطريقة هي أهم حاجة وهي مين تكون ركبة خاصة تكون من الجهة الأخرى تكون مربوطة من الفوق كيما كتشوفوه ومحدة داوية كتجي كتهود وكتهود الواحد الجيها مائلة يعني كتديرو لها الميل كيما كيقولو البنايا كيبغوا يخدمو شي زليج ولا أرضية ولا كيقول لك لابونت يعني كتال الحار كيخدمولو لابونت يعني الميل انتم ما رضو بالكم ما شوفوا الميكا لاصقة في واحد الجيها وفوا لاصقة في واحد الجيها وتبقوا حاصلين كيفاش غادي هادك شي كيفاش غادي يخرج وتبقوا تشطبو بشطابة لا هاده هادشي كيبقى ما يلك بها الطريقة وكتكبوا عليه غيل الماء من الجهة الأخرى استطل ديال الماء ولا طاصة ديال الماء ودك شي كيجي مهاود وكيطح فالاخر استطل أو البانيو اللي انتم ما دينينه ديني لعجبكم الفيديو شاركوا معنا اللي بازل ما شاركي شاركوا معنا ومرحبا بتعليقاتكم طيبة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة ودعمونا في زر جم وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله